موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شهر الصيام هو شهر صلة الأرحام إن شهر الصيام هو شهر السلامة والسلام هو شهر التواد والتعاطف والتراحم يتعاطف المسلمون ويتراحمون فيما بينهم مطبقين ما دعاهم إليه رسولهم صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عض تدعى له سائر العضاء بالسهر والحم يصلون أرحمهم يتزاورون ولطالما شاهدنا في الكثير من بلادنا العربية والإسلامية في هذا الشهر المبارك أنهم يتزاورون ويتواصلون في الله وفي الحديث إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كبل الحق أين المتجالسون فيه أين المتزاورون فيه أين المتواصلون فيه أين المتحابون فيه اليوم أظلهم بظلي واليوم لا ظل إلا ظلي خاصة الأرحام أولئك الذين وصى الله بهم واستجارت الرحم برب العزة وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال لها رب العزة أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من خطعك قالت بلى يا ربي قال فهو لك قال أقرأوا إن شئتم فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وفي صلة الأرحام سعى في الرزق وبركة في العمر وبركة في العمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه حتى قالوا يطول العمر تعمر الديار وتطيل الأعمار إن الأعمار بيد الله ومحددة نعم هناك أجل مقدر وأجل معلق إذا فعلت كذا وكذا مد الله في العمر إذا وصلت الرحم مد الله وبارك في العمر وهكذا يبارك الله في أعمار المتواصلين والمتزاورين والمتحابين والمتعاطفين وليس إذا قمت بزيارة رحمك أو قريبك أو بصلته تكون قد أديت ما عليك حيث يقابلك بمثل ذلك ويكافئك على زيارتك وصلتك بل إنها تكون أوفى عندما لا يكون لها مقابل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها يعني ليس الذي يكافئ من وصله ويقابل صلته بصلة يكون هو الواصل الحقيقي لا إنما الواصل الحقيقي من إذا قطعت رحمه هو الذي يبدأ واصلها ولكن الواصلة من إذا قطعت رحمه وصلها قد يقول قائل هناك من الأهل أو الأقارب من يتبرم ولا يقابل ذلك بمثله افعله أنت لوجه الله سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من إنسان قال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم وأقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إليه وأحلم عليهم ويجهلون عليهم فقال له الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل معنى المل الرماد الحار أي توبقهم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ليس بلازم أن يقابل أحسانك بأحسان ولا حلمك بحلم بل إذا قابل إحسانك بالإساءة وحلمك بالجهل وصلتك بالقطيعة فصلتك به خالصة لوجه الله ولا يزال معك من الله ظاهير عليهم ما دمت على ذلك فاستمر ولا تقطع حتى من قطعك وسئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة قال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح يعني الذي يخفي ويضمر بغضاءه في كشحه هذا الذي تصله وتعطف عليه يكون سوابه أعظم عند الله وبالله القبول وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر